محمد العليزي أبو لما يعني الهلال في 2017 أمام أراوة تعثر في الذهاب وخسر البطولة في الإياب وفي 2019 فاز في الإياب وتوج باللقب في هذه المرة هل يكسر هذه القاعدة ويعكي الصورة مختلفة بعد تعثرة في الذهاب ويتوج باللقب ما فيه في كرة القدم شيء ثابت كرة القدم متغيرة الحالات تختلف اللعيبة تختلف الظروف تختلف أشياء كثيرة تختلف فبالتالي لا يمكن الحكم على حالة سابقة أن تتم في حالة حاضرة كما حدث يعني الآن شفنا فريق أراوة بحسب الزميل خالد الشعبي أنه غيروا الفندق من مبدأ التشاؤم والتفاول فأنا اعتقادي أن كرة القدم تلعب بالملعب وتؤدى بالملعب وفق خطط وتكتيك ووفق إمكانيات ليس من مبدأ تشاؤم وتفاول ومناسبة الأستاذ والزميل العزيز خالد الشعبي للأمانة هو أنكر ذاته في مداخلته أنكر الذات كان اليوم هو من أثار نقطة اللغة العربية والتي أيدها مدرب الهلال ويحسب للزميل العزيز خالد الشعبي اللي دائما نشط ودائما حاضر وأنكر ذاته وأنا هذه معلومة أعرفها ومتأكد منها خطير خالد أرجع للمباراة عجبني دائما للأمانة كل الزملاء مراسلين البرنامج على قدر من المهنية ودائما يصنعون الحدث وخالد الشعبي في مقدمتهم لما أقول نرجع للمباراة بكل تأكيد شوف في حالة غريبة اللي يقول غير هذا الكلام يناقض نفسه حالة لم أعادها عن الهلاليين تحديدا خوف شديد كأنه تعادل في الرياض أم الكوارث المباراة والبطولة لازالت في الملعب أنت مطلوب منك تفوز 1-0 تأخذ البطولة مطلوب منك تتعادل إيجابيا 2-2 وما فوق فبالتالي تأخذ البطولة إذن المخاوف أنا أعتقد أنها غير مبررة وتضغط الفريق بشكل كثير وقد تؤثر على اللاعبين وبالمناسبة والحديث عن اللاعبين لما قارنت في حالة 2017 و2019 خلني أتوقف عند حالة 2019 2019 كان هناك عملية إغلاق تام على اللاعبين بشكل كبير لا يصل لهم أحد لا يلتقون بالجمهور أنا أتكلم لما راح لليابان الآن الحالة الحالية شفنا مقاطع شفنا الجمهور مع اللاعبين قريب من اللاعبين يتحدث لللاعبين بشكل أو بآخر فبالتالي أنا هذه الحالة قد تؤثر قد تؤثر كثيراً على اللاعبين قد تسبب ضغط كبير أرجع لدياز فقط بنقطة واحدة لما يقول سنلعب بهجوم أنا أعتقد أن هذه مناورة إذا فعلها على أرض الواقع أنا أعتقد أنه سيخسر أنت يجب أن تلعب بتوازن تام ويجب عليك أن تطمع فريق أراوة أن يخرج من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية لأنه أنت أمام الفرقة التي تتكتل دفاعياً أنت تعاني أكبر دليل ما حدث بالرياض ما رحل يعني تعال للدوري مع الباطن خسر الهلال 1-0 كان الباطن يتكتل مع الطائي تعادل 2-2 كان الطائي يتكتل مع الوحدة تعادل 3-3 كان الطائي الوحدة يتكتل تعال مع الرائد 1-1 مع ضمك 2-2 مع الاتفاق 0-0 مع الفيحة خسر السوبر بـ 1-0 أيضاً الفيحة يتكتل فبالتالي أنت لما تجد فريق متكتل أنت تعاني كهلال فما قد دامك إلا أسلوب أن تطمع الخصم أن يخرج من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية النقطة الأخيرة اللي أختم فيها كلامي أنه قياس المدرب أو بعض من يتحدث عن حالة الهلال في كاس العالم أو في الدوري لا 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 الموضوع مختلف تماماً في البطولة الآسيوية لسبب أنه الهلال في الدوري يلعب بكامل أجانبه في كاس العالم الأند يلعب بكامل أجانبه أضف إلى ذلك أنه أنت الآن تفتقد إلى اثنين من أهم اللاعبين المحلين سالم الدوسري وسلمان الفرج فبالتالي من يقيس الحالة على الدوري أو من يقيس الحالة الهلال على كاس العالم لا 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 غلطان تماماً فأعتقد أنه الهلال في وضع أنا لا أقول أنه صعب ولكن يجب مواجهته بالواقع والتعامل معه وفق الأمكانيات الموجودة عبدالله في الله